اشتركوا في القناة وزير الخارجية التركي خلال استقباله في مبنى وزارة الخارجية في أنقرة اليوم سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الذي نقل تحيات وتقدير جلالة الملك المفدى للرئيس التركي وتمنيات جلالته لجمهورية التركية وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار وعقد سعادة وزير الخارجية مع معالي وزير خارجية الجمهورية التركية اجتماعا ثنائيا تناول علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تنميته وتطويره في مختلف المجالات بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر